السلام عليكم وتمكن من تحقيق الفوز بنتيجة عريضة ثمانية مقابل صفر ووقع منتخب الجزائر في فخ التعادل الإيجابي بالجولة الثانية أمام مستضيفه بوركينا فاسو بهدف لمثله يوم الأربعاء السابع من سبتمبر 2021 في المباراة التي أقيمت على الملعب الكبير لمراكش بالمغرب وعلى الرغم من ذلك تتصدر الجزائر ترتيب المجموعة برصيد أربع نقاط وبفارق الأهداف عن بوركينا فاسو التي تمتلك في جعبتها أربع نقاط أيضا بينما يتواجد منتخب النيجر في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط وتتديل جيبوت الترتيب دون نقاط يحين موعد مباراة الجزائر القادمة في تصفيات كأس العالم 2022 على ملعبه بالجولة الثالثة أمام النيجر يوم السبت الموافق التاسع من أكتوبر المقبل على الساعة أربع مساء بينما تقام مباراة الجولة الرابعة خارج الديار أمام نفس المنتخب يوم الثلاثاء الثاني عشر من أكتوبر وسيتم تحديدها لاحقا اشتركوا في القناة